اشتركوا في القناة وزير التربية والتعليم في اعمال الجلسة الاولى من هذا المؤتمر مع عدد من كبار المسؤولين في المنظمات العربية خلال الاحتفاء باللغة العربية عبر مؤتمرها الثامن المنعقد في امارة دبي والذي تم خلاله تكريم الفائزين في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد للغة العربية في محاورها المختلفة أثنى وزير التربية والتعليم على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الاهتمام باللغة العربية والتمكين لها وما تمثله جائزة محمد بن راشد للغة العربية من تشجيعا على البحث العلمي في تخصصات اللغة المختلفة إضافة إلى الدور الفاعل لمسابقة تحدي القراءة العربي وأشار الوزير إلى اهتمام مملكة البحرين بتعزيز تدريس اللغة العربية في مختلف المراحل الدراسية تم خلال هذه الجلسة الحوارية توضيح اهتمام مملكة البحرين باللغة العربية من خلال المناهج الدراسية أو استخدام الطرائق المختلفة لإيصالها للطلبة في اسلوب مشوق شجع على دراستها بيّنت خلال هذه الجلسة التطور الكبير الذي شهده تدريس اللغة العربية والاهتمام بها بفضل توجهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد مفدّح حفظه الله ورعاه عندما أمر جلالته بتنفيذ مشروعين مهمين جداً في المسيرة التعليمية سوى من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل أو التمكين الرغمي حيث تمكنت وزارة التربية والتعليم من تحويل العديد من الكتب الدراسية والجلسات الحوارية والمواد الإثرائية التي وصلت بالآلاف وتم تحميلها على البوابة الإلكترونية لإيصال المعلومة للطلبة هذا سيكون له بعون الله أثر كبير على تدريس اللغة العربية داخل مدارس وزارة التربية والتعليم كما شدد على عناية الوزارة باللغة العربية حيث تم إنجاز العديد من المواد والأنشطة الخاصة بهذه اللغة منها أكثر من خمسة آلاف وستمائة درساً إلكترونياً وما يزيد عن ثلاثين ألف نشاط وتطبيق وأكثر من سبعة آلاف وسبعمائة حلقة نقاشية إضافة إلى ثمانية وعشرين ألفاً من المواد الإثرائية من إعداد معلمي الوزارة وضعت جميعها على البوابة الإلكترونية للوزارة وأوضح الوزير بأن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والذي يعمل في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة اليونسكو يعتبر الأول من نوعه في العالم ومن أهدافه الأساسية الاهتمام بالمحتوى الرقمي العربي مبيناً بأن وزارة التربية والتعليم خطت خطوات مهمة لتفعيل اللغة العربية في كافة المراحل التعليمية من خلال مشروع إقراء وأنه على ضوء إعادة تنظيم الخطة الدراسية بالمدارس بعد أن اتخذت الوزارة قرارها بإلغاء الواجبات المدرسية واستبدالها بالتطبيقات المدرسية اليومية في المدارس مكن من تخصيص ثلاث حصص إسبوعية للقراءة باللغة العربية وأكد الوزير أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات المشرفة على صعيد المشاركات الدولية في مجال اللغة العربية ومن أبرزها تحقيق طالبات البحرين المركز الأول عربياً في الاختبار الدولي لقياس التقدم في مهارات القراءة بيرلز في دورته للعام 2016 إضافة إلى حصول مدرسة بحرينية على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الثانية متفوقة على 41 ألف مدرسة عربية مشاركة ترجمة نانسي قنقر